تعادل في اول مباريات البطولة العربية في دور المجموعات بين الوداد المغربي والسد القطري مباراة قوية كنت مستنيها ولكن زي ما توقعت التعادل وزي ما قلت لكم في تحليل البطولة العربية وفي توقعاتنا لكل المجموعات قلت لك ان المطش ده هيخلص تعادل وبيخلص تعادل عشرة من عشرة عبد ناصر في اول المطشات لكن هل ظلم الحكم الوداد المغربي هل الحكم المصري محمود البنة ظلم الوداد المغربي اللي لعب النهاردة بعشر لعيبة بس الوداد بعشر لعيبة بيخطف تعادل من امام السد القطري ونقطة غالية بالنسبة للوداد لكن هل كان ممكن يكسب كمان بركل الجزاء مستحقة لم تحتسب للوداد هكلمك عليها بتفاصيلها هكلمك عن الطرد وهقولك رأي في اهم حدثين في المباراة الكرت اللحمر اللي الداه البنة ليحيا جبران لعب نص الملعب كابتن الوداد المغربي هل صحيح ولا لأ ركل الجزاء كانت مستحقة من وجهة نظر اللي اوناجم ما حسبهاش حكم المباراة ومرجعش فيها للفار دولر لقطتين اللي هنتكلم عليهم تحكميا هكلمك كمان عن المجموعة وعن المطش حصل فيه ايه وعن الكرات الخطيرة عن نجوم اختفت النهاردة بالنسبة للصد القطري نجوم كنت مستنيهم ان هم يلمعوا جدا في المباراة وكنت عايز اتفرج عليهم ما شفتهمش قوي النهاردة الناحية التانية الوداد المغربي اللي عنده غيابات حدث ولا حرج فين لعبت الوداد يا جدعان هو ده الوداد اللي احنا نعرفه معلش يعني انا واحد اهلاوي وانا احسن حد اكلمك عن الوداد المغربي انا بلعبه كل سنة مرتين تلاتة كده اكتر فريقين في افريقيا مكتسحين الدنيا في الفترة اللي فاتت فملعب مع الوداد كتير فحافظ لعبته فين لعبت الوداد المغربي عندي اسئلة جدا لجمهور الوداد فين النجوم بتعيتهم النهاردة لما شوف التشكيل مافوش Harmon الحسوني نجموا نص الملعب لعب اساسي بالنسبة للوداد لما شوفو ان هاردة صامبو قاعد على الدكة صامبو قاعد على الدكة ليه المواجم الاساسي القوي جدا الخطير جدا اللي كان هيختف لك في اخر ديئة في المباراة هدف التقدم النهاردة ليه قاعد على الدكة بولي صامبو النهاردة سيف الدين بوهرة فين بوهرة فين احداد من المباراة فين يحيى عطية الله الباك الشمال اه عندك الياس شتي اللعب الجزائري اللي كان بيلعب قبل كده مع الترجي التونسي لعب ممتاز وكل حاجة لكن يحيى عطية الله بخبراته وبتقلو نحية الشمال كان لازم يكون موجود ما شفتهوش النهاردة فين بديع عك فين المترجي فين الناس دي اجدعان من اللعاب اللي كانوا بيلعبوا النهاردة دولي التشكيل النهاردة طبعا بالنسبة للوداد غريب بالنسبة vale فيه غيابات كتير جدا حابب ان جمهور الوداد يفهمنا ليه كل الغيابات دي هل البطولة متاخدة على انها بطولة ودية بالنسبة للوداد ففي لعبة كتير جدا مريحة ولا لعبة دي مصابة ولا في ايه بالضبط تعرفونا كده في الكومنتيات وقلونا ليه كل الغيابات دي ايمن الحسوني صامبو كان عدك شارك صامبو في المباراة فاسيبك من صامبو سيف الدين بوهرة احداد المترجي بديع اوكي يحيى عاطية الله فين كل اللعيبة دي دي اول حاجة هكلمكم عن حكم المباراة لان عارف ان الوداديين زعلانين جدا من التحكيم النهاردة وبيقولوا ليهم راكل الجزاء وانا معاكم بصراحة انا شايفها ضرب الجزاء الصحيحة للوداد المغربي اللي ما كانش يستحط الفوز ما كانش افضل في المباراة لكن ياخد حقه يا باشا ليه راكل الجزاء صحيحة مية في المية لمحمد قناجم رفع الكرة جات في ايد لاعب الساد تحسب راكل الجزاء يا بنا ما بيحسبش ضرب الجزاء ليه مش فاهم بصراحة محمود البنا سيء النهاردة في الكرة دي مع ان باقي المباراة ادارها بشكل كويس خلينا اكلمك ان النهاردة كان مفيش جماهير وداي الصلاح الاقوى بالنسبة للوداد ليه النهاردة مفيش جماهير للوداد هل الجالية المغربية قليلة في السعودية مسلا النهاردة تشوف المدرجات المدرجات فاضية مفيش لا جماهير للوداد ولا جماهير للساد وبالنسبة للوداد جمهوره نار على رأي كده معلق المباراة قالك عددهم قليل لكن صوتهم عالي تخيل خمسين واحد بس كانوا في المدرج فعلا عددهم قليل لكن فعلا كان صوتهم عالي مع ان العدد القليل ده مقدرش يعمل تأثير على الملعب لو كان طبعا الجمهور مسلا حاضر تلات اربع تلاف للوداد كان ممكن يفرقوا جدا في نتيجة المباراة لكن سيبك من كل ده عبناصر قالك ايه ارجع كده لتوقعاتي قبل ما تبدأ البطولة وقبل ما المجموعات تبدأ في حلقة نزلتها اتكلمت عن الاربع مجموعات وتوقعت كل مطشات المجموعات من اول مطش الاخر مطش قلتلك ان الوداد هيتعادل مع الصد القطري وفعلا بيتعادل عشرة من عشرة عبناصر في اول مباراة توقعتها المباراة التانية اللي بتتلعب دلوقتي مباراة مجموعة تانية الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي ايلك ان المباراة دي برضو هتخلص بالتعادل بين الفريقين والله واعلم ايه اللي هيحصل لكن باقي المجموعة خلينا نتكلم دلوقتي عن الوداد باقي مجموعة الوداد والسد قلتلك ان المباراة الاولى تعادل وقلتلك ان المباراة بين الهلال اللي هتتلعب النهاردة بازن الله بعد ساعتين من دلوقتي بين الهلال واهل طرابلس قلت لك الهلال السعودي هيكسب اهل طرابلس وهيتصدر من الجولة الاولى بتلاتة بونت بعد كده الوداد والسد بعد كده اهل طرابلس وزي ما بقول هو اللي هيحصل يا باشا الواحد عمده رؤية في المطشاط من قبل ما المطشاط تتلعي بقول لك النتائج وبقول لك ايه اللي هيحصل وانلي بقوله لك هو اللي هيحصل من الاخر فهنشوف بازن الله مباراة الهلال واهل طرابلس هطلع لك بعديها هكلمك عن الهلال وقالت رابلوس لان المجموعة دي مهمة بالنسبة لي جدا هي مجموعة الموت وهي المجموعة الاصعب. فايه? زي ما بقول لك كده النهاردة ان عدم وجود جماهير الوداد المغربي فرق بشك كبير جدا مع الوداد لو في جماهير كانت تفرق معهم. ممكن بسبب درجة الحرارة والشمس مسلا العالية ان المباركة هتستعر معها. هل هنشوف بكرة في مبارات الرجاء الجمهور مسلا كبير يبقى الوداد هما اللي عندهم مشكلة. ولا لما المطشاط تبقى متاخرة شوية للوداد هنلاقي جماهيرهم. ولا مفيش جالية مغربية اصلا في السعودية. النهاردة كمان كان فيه تقنية التسلل الالي وخط المرمى لأول مرة تتطبق. النهاردة محتاجناهاش اه مرجعنا لهاش. لكن كانت موجودة وكانت مطبقة. خلينا اكلمك ان الوداد النهاردة المدرب بتاعه مدرب جديد عاد الرمزي اول مباراة ليه. اول مباراة ليه بعد موسم فاتغير فيه مدربين كتير جدا اخيرهم كان لكن الوداد اللي طالع بموسم صفري. موسم سيء للوداد. نحية التانية موسم سيء للسد كمان ففريقين اللي اتنين جرحة جايين كل واحد عايز يبصد جماهيره في البطولة دي. كل واحد لازم يصعد من مجموعة. عايز اقول لك السد طالع بموسم صفري. تغلع تالت الدوري بتاعه. وخسر نهاء الكاس من الدحيل. نفس الكلام لما تيجي تبص على الوداد برضو ما خدش الدوري وطلع التاني الدوري. والجيش الملكي هو اول الدوري. وكمان خسر في نص نهائي كاس العرش المغربي. امام الرجاء. امام الخصم المباشر بتاعك. والوداد خسر نهائي دوري. ابطال افريقيا طبعا امام النادي الاهلي. فالوداد جريح. اه جريح. والسد كمان جريح. ففريقين كانوا عايزين يصلحوا جمهوره من النهاردة. واللي اتنين ما يقدروش. لكن اللوم الاكبر على السد. النهاردة الوداد قدر يطلع بتعادل بطعم الفوز. لانه مطروض منه لاعب من الشوت الاول. خلينا اتكلمك بقى عن سيناريو المباراة بصورة. الاول تشكيل الوداد الوداد بيلعب بالاربعة تلاتة تلاتة. في حراس المرمة يوسف مطيع حارس ممتاز يا جماعة. ما عملش تصديات كبيرة النهاردة. لكن تشوف في حركته وتشوف في قيادته للملعب. وتشوف في ثقته في نفسه. لقى حارس كبير جدا يوسف مطيع. ومستقبل مع الوداد المغربي من وجهة نظري. يا جماعة انا استغطية للبطولة العربية كاملة. المهاردة فيه تلات لايفات معنا. لايف لمباراة الوداد والسد بتاع دلوقتي. لايف لمباراة الهلال واقل ترابلس. وبالليل الصهرة الاتحاد والترجي التونسي. تلات لايفات. وبكرة بازن الله في برضو اربع مطشات. هنشوف هنعمل عليهم لايفين ولا تلات لايفات. وبعدين اليوم الراحة ده هعمل لك حلقة هخلص لك فيها كل اللي حصل. في التمن مطشات بتوع الجولة الاولى. فتحييل قوي جدا. لازم بقى نشوف الدعم يا جدعان. لازم نشوف الشير كده. كل الرجالة تشير اللايف في كل حتة. لايكات كتير. اكتب لي كومنتاتك رأيك في المباراة. مين الافضل النهاردة في الملعب. هلظلم الوداد ولا لا? هل استحق ان هو يفوز رغم النقص العددي ولا لا? جاوبني كده. وكلمني في الكومنتات. هقرى كومنتات الناس كلها. في حراسة المرمة يوسف مطيع زي ما بقول لك على اليمين العلمود. على الشمال الياس شتي. لعب الترجي السابق حفزينه وعارفينه اللاعب الجزائري. سنائية دفعية زولة الافضل في المباراة من وجهة نظري. جنبي امين ابو الفتح لعيب كويس جدا. تلاتة في نص الملعب يحيا جبران المتهور جدا. اللي كلف الوداد كتير قوي. قدامه عبدالله حيمود ودودي. وعلى اليمين ونجم. على الشمال الاهتمي وفي الامام بوص وفيام. ده التشكيل بتاع الوداد النهاردة زي ما بقول لك غيابات كتير عند الوداد حدس ولا حرج. تبدأ المباراة على طول ترقيصة من الهايدوس اللاعب الممتاز جدا في صفوف السد. عايز اقول لك ان السد النهاردة تشكيلته هجوميا تخيل عنده اكرم عفيف اللاعب اللي كنت مستنيه النهاردة اللي اختفى المباراة كلها وظهر في اخر عشر دقيقة بس. فين اكرم عفيف? اكرم عفيف ده انا بسمع عنه كلام كتير جدا انه هو واحد من النجوم اللي موجودة بالنسبة القطر. لكن ما شفتوش يا جماعة. النهاردة بتفرج على اكرم عفيف ظهر اخر عشر دايق بس بتسديده ورفع. مفيش اكتر من كده. فين اكرم عفيف طول المباراة حرفيا مش موجود. اكرم عفيف كمان اللي شفت منتخب قطر في كاس العالم برضو ما ظهرش. برضو لما اتفرجت على كاس العالم على منتخب قطر طلت ماتشاط ما اعملش اي حاجة. فاكرم عفيف سبحان الله هو مش موفق لما انا بكون بتفرج عليه كده. اللي هيدوس كان كويس جدا النهاردة. بغداب بنجاح. واحد من الوحوش اللي دايما نسمع عنها ودايما نحب ان احنا نتفرج عليها. واحد من اقوى اللاعب الجزائريين. بغداب بنجاح. النهاردة شبح في الملعب. تقريبا ما وصلتنوش الكرة. تقريبا ما عمالش اي حاجة ما شفتش. بغداب بنجاح. مع اني كنت متوقع ان يكون من اقوى اللاعب النهاردة اللي اتفرج عليها. مجاش حرفيا امام الوداد. وامام دفاع الوداد المميز النهاردة. افضل لاعب بالنسبالي في الصد القطري هو قريب يلاعب نص الملعب. لا عيب متحرك بشكل كبير. لا عيب سدد على المرمى اكتر من مرة. جاب كرة في القائم. كان يقدر يغير النهاردة نتيجة المباراة. وجنبيه خوخي برضو كان لعب كويس. سنائية نص الملعب. مع اللاعب اللي يعتبر باكي مين بيدرو. هم دول الافضل النهاردة. بالنسبالي في الصد القطري. خلينا نتكلم عن تفاصيل المباراة. بقول لك في الديئة ستة ترقيصة من الهايدوس كانت حلوة جدا. رفع كرة لاكرم عفيف. الجول فاضي قدام اكرم عفيف براسه بيحط الكرة برا غريبة جدا. هدف اول في الديئة ستة مؤكد مية في المية للسد بيضيع من اكرم عفيف. بعد كيه في الديئة تمنتاشر طولية لقونجم. اللي عمل عرضية حلوة جدا من امام منتصر الحتمي بتعدي منه الطريقة غريبة. يعني قد يقول مية في المية. هي دي فيها ازارة منتصر بتعدي الكرة من تحت رجليه بطريقة غريبة ومش الكرة الوحيدة اللي تعدي من الوداد كان يقدر يسجل تاني. في الديئة تلاتين خطأ من طارق سلمان بنلاقي على طول منتصر الحتمي رايح مفراد هو المرمى. بيتأخر جدا بيعمل ترقيصة الورا ويبصيها اللي بتعدي الكرة منه برضو بشكل غريب. فيه ايه لعبت الوداد? مش متحضرين كويس للمطش ولا ايه? في الديئة تلاتين كان مفروض اتنين صفر للوداد المغربي او على الاقل اتنين واحد اكرم عفيف هو كمان مضايا عجول. بعد كيف الديئة ستة وتلاتين دي تتقلب المباراة بالكارتة احمر صريح ليحيا جبران. شايفه مستحق? شايف الحكم هنا كان موفق في الطرد ده. لان يحيا جبران داخل بمنتهى التعاور بسن للاعب آآ الصد القطري. حتى هو يحيا جبران قام بيعتزر وحاسس ان هو فعلا داخل دخول غلط بيبدي له الكارتة الاحمر الصريح شايفه صحيح هنا مفروض اي نقاش. بينزل اسامة محلوس ما كان هو شامبو الصوفيان بيخرج المهاجم بينزل لعب في نص الملعب. الوداد قرر الدفاع لانه هيلعب عشر لعيبة وحقه الصراحة. بعد كده آآ بيخلص شوت الاول بالتعادل صفر صفر تعادل سلبي عشان نشوف شوت تاني مختلف تماما شوت تاني احسن بكتير شوته في اول دقيقة كده من بوع اللام لكن في ايد يوسف مطيع اللي واقف كويس جدا. بعد كده بتحصل اصابة لمنتصر الهاتمي اللي ما شايفه انه كان لحيب ما كانش احسن حاجة بينزل صامبو مكانه واكيد صامبو اقوى اكيد صامبو قدام مهاجم بروفايل مهاجم جوة التمنتاشر قوي جدا يكون موجود نزل صامبو اللي كان هيخطف الهدف في نهاية المباراة الصفاقسي بيجيب جول يا جماعة الصفاقسي التونسي بيسجل هدف الشرطة العراقية انا قلت المباراة دي توقعاتي فيها التعادل لكن الصفاقسي بيحرز الهدف الاول بدري بدري كده يا صفاقسي ماشي في ديها ستة وخمسين بعد كده رفعة من بدرو ممتازة وقريبي بيحط كرة في العرضة كرة في القائم اخطر كرة في المباراة بالنسبة للسد كان ممكن جدا يكون هدف اول وبدأ بقى ضغط قوي جدا من السد بدأ الودات كله في نصف ملعبه كله تقريبا في التمنتاشر السد بيهاجم بمنطقة القوة اختلاق وتزديدة من علي اسد برا بعد كده ضغط كبير جدا مدفاع قوي من الودات قطع اه بعد كده الصورة بتتقطع الصورة بتتقطع بترجع لنا بفاول وكرة اه قريبي عامل فاول قوي جدا مع اللاعب عبدالله حيموت فيها بيروح يبص على البنة بيرجع يدي الانظار بس وما بيديش كارت احمر مع ان كان ممكن يبقى فيها كارت احمر قريبي دايس عارجلة عبدالله حيموت كان ممكن يطرد ما ترضوش في الكرة دي دي كرة فيها شك قولولي كده جميل الودات تقولي رأيها هل فعلا قريبي كان لازم ياخد الكارت الاحمر في الكرة دي والبنة ظلم الودات مرتين بدل المرة الواحدة قولولي في الكومنتيات في الدي اربعة وتمانين بعد كده ونجم يرفع كرة الكرة بتيجي في ايد هاشم علي وهي دي بقى اللقطة الفرقة في المباراة ضرب الجزاء مستحقة مية في المية للوداد المغربي ما بيحسبهاش الحكم محمود البنة على فكرة يا جماعة الحكم ده احنا ما بنحبوش كالوية هنا في مصر وبيجامل الزمالك برضو على حسابنا ما بيحسبش ضرب الجزاء مستحقة مية في المية للوداد المغربي لقى نجم امام هاشم علي اللي الكرة فعلا جات في ايديه وضرب الجزاء صحيحة ما حسبهاش حكم اللقاء اعترضوا عليه بشكل قوي جدا لنعبت الوداد ما شافش الفار حتى ما عرفش هل بقى الفار قال له ان لأ ما فياش حاجة كمل العب انا شايف هراكل الجزاء صحيحة بصراحة شايف الوداد اتظلم مع انه ما كانش يستحق الفوز وانا بقولك الجول تلغب تاعي الصفاقسي صفر صفر يعني لسه التوقع بتاعي صحيح زي ما انا بقولك ان الوداد ما كانش يستحق الفوز ما عملش المباراة الكبيرة لكن في نفس الوقت ما اخدش حقه ليه راكل الجزاء ما تحسبها له يا عام ليه راكل الجزاء صحيحة مية في المية ما تحسبش في ديئة سمعة وتمانين رفعة ورقصية من اوريبي اللي بقولك كان خطير جدا انه كان بيدخل التمنتاشر كتير بيشيلها امين ابو الفاتح كرة كان ممكن تيجي جول بعد كيف في ديئة تلاتة وتسعين صامبو بياخد انفراد من نص الملعب وبيروح وبيرقص حارس المرمة كمان حسن الشيب وبيحطاها بشماله لكن برا لو ركز في التسديد كانت هدف اول وكان يخلص بها المباراة في ديئة خمسة وتسعين شوطة من اكرم عفيف اللي ظهر في اخر المطش كده وبينتهي المباراة بالتعادل السلبي صفر صفر زي ما مين قالك زي ما انا قلت لك يا باشا زي ما انا قلت لك في مجموعات البطولة العربية لما حرقت لك كل النتائج قلت لك المباراة دي هتخلص بالتعادل بين الفريق وفعلا بتخلص بالتعادل ننتظر بقى باقي توقعاتي الصفاكسي والشرطة اللي بيلعبوا دلوقتي وتوقعاتي ليهم التعادل بعد كده عامدك الهلال واهل طرابلس مباراة قوية جدا هتفرج عليها كاملة وان شاء الله هحللها لك بعد المطشة على طول استنوني جمعين الوداد تستنى لان دي مجموعتكم ومهمة جدا بالنسبة لكم وهنتشوف كده وهنتكلم عن تفاصيل المجموعة بعد ما نشوف الهلال هيعمل ايه مع اهل طرابلس الليبي بعد كده في الصهرة في الترجي التنسي امام الاتحاد السعودي مباراة كبيرة جدا هنتكلم عنها برضه لايكات كتير يا اخواتي وشير على قد ما تقدر ودي اللايف في كل حتة ومستاني يا عراءكم في كومنتيات فين لعيبة الوداد المغربي الكتير اللي كانوا غايبين النهاردة هل ظلم الحكم الوداد المغربي وهل الوداد استحق ركل الجزاء صحيحة مية في المية في الدقيقة اربعة وتمانين ما حسبهاش البنة بستنى اجابات على الاسئلة دي اجابات مهمة جدا والجالية المغربية هل قليلة فعلا في السعودية ليه ما كانش في جمهور النهاردة للوداد المغربي شير كتير لايكات كتير روح على اليوتيوب اعمل اشتراك وفعل الجرس في حلقات هتنزل على اليوتيوب مش هتنزل على الفيسبوك واعمل كده صفحتي على الفيس عشان يجي لك كل جديد سلام